السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي والصلاة والسلام على حبيب الأمة وشفيعها محمد عليه الصلاة والسلام اليوم اللي بنت غنشوف واحد الكيك غد يفكركم في الزمن الجميل في واحد لاغيق وواحد لبنة تفكركم في يمات الطفولة ميوان خليكم إن شاء الله تكتشفوا إن شاء الله الكيك والطريقة دي التحطير ودياله وكيفاش نساوبوه عندك صاحب تكعيينه وتبشيت زوريات دي معكد الكيك بالمتشيتشيلة فينه أصغيره وتبقى يتخسري فليسات كيك بريزونطال وحتى في الماداق كي يجي أكثر من روعة ما كتشوفوا البنات هنا عندي ستادي البيضات فرقت الصفر مع الأبيض مية وعشرين جرام ديال الزيت وضعت في عشرين جرام ديال الزبدة قبو مادم ماشي الزبدة دو بستين جرام ديال قشدة الطريقة استعملت الراعي اللي كيكون في بيم وعند مولي اللهرية وكل شي ديال مغريب مية وثمين جرام ديال ساني دالفاني رابعة ديال الطحين مايو عادي الميتين وخمسين جرام مليحة وجوش خمارات استعملت ديال الخمارات من وزن ثمينية جرام والفاني خديت المفاني من نوع جيد قشدة الطريقة استعملت ستين جرام مول كلي اي مول عندكم خدموه طويل قصايا المبع ملوي مثلت اللي بغيتون مهمية الطريقة كيفاش غنخدمو الكيك اول حاجة كنشد لك في ديال الروبودية اللي كندير فيها ابيض البيت كنطلعون طلعون 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 حتى كي طلعت و كنحس به طلع عاد كنناخد مع القادية الساني ده من ديك تمائين جرام اللي غنوجرت الساني ده في اخواتي مير تمائين جرام مرام ماشي كتيرا صدقوني ماشي كتيرا تمائين تمائين جرام عاد بعك صديجي كم هو هاداك في السكر اللي بغت نقصه لدير السكر الاشقر لها دالك بعد ما كنضيف ديك المع القاد ساني ده لبنات كنخلي طلع حتى كتكون عندي واحد لام مرانك صافي البنات على البهات الكيفية هادية ان شاء الله و غادي نحيدها و في نفس لاكيف بلما نغسلها بلتشي حاجة غنوضع اصفر البيت 6 اصفر البيت مع مية وتمائين جرام ديالساني ده مع القادية الفاني و طريق قادية المليحة غنطرب انطرب 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 مزيان حتى ينساجم و يعني و نشوف ذاك الخالط و اللي كي بليه كيتفتح يعني مكيبقاش يبلي ذاك الصفر نالبنات غنرمي نكتشوفوا معي الزيت اللي وضعت فيه مع القاد الزبدة بومات دراج تحارة الغرفة قادية تسولوني على اسمية الزبدة انا خدمت بدوية صفر البنات و بعد البنات كانزيت القشدة النوعة ديله الراعي كانت تكون في بين عند مماري الاحوان كنت نبغيتش ندير لكم بريزيدان تقول ليه وانتحنا مع المقاطعة بركعنا على الرائب كنت طربوا مزيان طربوا 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 البنات تحتى كتلك الخالط كيزيديت تفتح كنا اخد 250 جرام من الطحين الأبيض كنغربلها او انخولوها مع جوج كيسين من الخميرات الحلويات من وزنة اللي بغيتوك الكيس يكون فيه 8 جرام يعني الكيس اللي استعملت ديل 8 جرام جوج اكياس ديل 8 جرام ممكن تدلو 7 جرام ماذا كتطلع ممتازة الزاولة ايديال وحل بحل كندخل اسميتو ودخله الطاحين بعد ما نخلته بعد نخلي الطاحين والخميرات الحلويات كنا نحرك بشو 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 حتى كنساج مني الخالط ومبعد البنات كندن زيت في ديك ابيض البيض اللي طلعتو مرنج مع ديك المعلقة ديل ساني ده صافي وكن قندخل بشو 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 ببنات اوعيد المقابر ستا ديل البيضات فرقتهم الصفر مع البيض 20 جرام ديل الزيت 20 جرام ديل الزبدة 60 جرام ديل القشدة مع القدفاني 180 جرام ديل ساني ده أربعة ديل الطحين مليحة والفاني وجوش أكياس من الخميرة ديل الحلويات من وزن 8 جرام وفي آخر حاجة 60 جرام من الزبيب أو العنب المجفف الوقت كنتم بتجريبه حاجة لو تصعبوا عن كيك تنقلي باخر حاولوا بيضاء بعض الشيء حينو أرى مزف الاسواق الزيت اللي كتصلح ان انا قليو بها مثلا بتاطا ولا هادا ولكن ما كتكونش صالحة الكيك ما كنصحكمش في الكيك تخدموه لوسيور ما كنصحكمش البنان يعني خدمو باسميتو اللوسيور كيصلح نطيبو به مثلا القليو بالحوت نديرو به هادا 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 ولكن في الكيك اللا عافيا ولا 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 باش كيجي التطعم الكيك مغاير انتو ما شوفو غاي اخوضو مر مرا جيبو الزيوت الشمو الرائحة ديالو مطبع غتتعارفوه يعني اللي خستكم تديرو بالعكس انا لأو قليل من اي نوع زيت ولكن كل زيت اللي عدنشنو كيصلح كيكي يصلح القلي كيكي يصلح الاسميتو الحاجة اخرى ولكن لفهادا كانت نحتاجو زيت تكون زويد تكون كيكي ديالو مميز باش كيخلنا واحد اللاغيق او مضاق خاكي يخلنا المضاق زوين في الكيكديان صافي البنات بعد مما كنكملت كمية اللي عندي من ديالو كيكي ديالي كنكون شعلت الفران درجة حرارة مية وستين وغادي نخشي هي طيب شاء الله وانا وانا قدرت الفنتيلات وقدرت الفرفار اللي عادي سووني على الفرفار وكل واحدة كتعرف القياس طيب البنات هذلي ككتف الفران دلغاز كل واحدة عندها الله عندها الفرن ديالها وكتكون تعاودة عليه وكتكون عارفة طريقة ديال ديال الطياب ممكن تزيدو اخواتي الحامض محكوك ممكن تزيدو ديفخوي كونفيد تزيدو القرقع في الكيك بعد ما كنشوفوه طيب البنات انا وخخشيتو كيبال يتنفخ ولكن ما زال خصو واحدة نغيزة بشي طيب شتو تحمل من الفوق غادي نغطي عليه طبي كويسة ولا بشي طيب اللي بغيتو ديال الطيب تكون شوية مغرفة كتشوفونينا حطيتو في الرف الوسطاني بينسوك يكون بعيد شوية للعافية وهذا الليمو اللي التقالين كتشوفوني غطيتو بحطوها دلينوكس هذا اللي ملتقل كيطيبو الكيك يزوين بعد ما كيطيبو كنخرجوها البنات كيخرج للموس نلقي ما فيه ولو راه الكيك ديالي طاب وكيبقى الزوقة البنات انتمو وشاطرتكم وانتمو ودكشي اللي عندكم في تلاجة انتمو ودكشي اللي عندكم في المطبخ تيالكم ما نقدرش نقولكم بانسوغان ازوقتو دوب شوية الشوكولات عادي شوكولات اللي بغيتو شوكولات باتا غلاسي اللي موجود عندكم كندوبو الشوكولات وكن تكي يبرد الكيك وكنديرو عليه وانا شو كتشوفو عندي لوز باطوني كان عندي يعني كيكوشي كيكون موجود عندي لوز باطوني اللي نوازات البيستاش هادكش تصفر كيبال لكم الازيكلا ديالباسيون ديال المونج اللي عندكم في تلاجة دانا بغيتش نقن نجبدليكم ديكشي شو ما تقولوش ليالا لا 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 اسميتو الكيك موكلف يعني اي حاجة عندكم في تلاجة غدي تجبدوها وتزوقو بيها صدقوني وفي البنات درت حتى اسميتو درت حتى لا كنفيتو من الفق ديت رفبوش وبقيت كلي انا المضغة مع هاد الخالط كيجي واحد المضغة فيها الخوستيون فيها داكل اللي اسميتو اللي داكل اللي الميطاد لكم في تلاج فيها في هاد الشي كي تمازج كيجي الكيك يا سلام شكرا على التعاليق الزوينين يعني صراحة الله يجزيكم بخير شكرا على التعاليق تعاليق وأخواتي وخا تكونو كتكتبو التعاليق وما كيبانش لكم كيتلا حتى كنقرأ التعاليق عاد كنن أبروفي عاد كندخلو القناة ديالي هاد كتبش كتب قديمة عند الإنسان طاقة إيجابية المعيير وسبان وديك وديك وفيك نتي العياقة وهادي 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 هادي هاديك شي كنلحم فلابوبال يعني ما كان مازالش انتي قاعد يكون بالناء ويكون عافاك معلك كنترتي هادي مرحبة أما السبان والتعاليق أنا لهذا كتبو التعاليق وإن شاء الله غير كنت تبدأ لفيديو هذا كنعود ندخل في التعاليق شكرا على لي لايك البنات وشكرا على اللي نضاف عندي جديد وشكرا لكم بزف 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 بزف